يعتبر مجلس تعاليل واحد من المشاريع المميزة في سكاكا طبعاً استثمر وجوده قرب حي الضالع الأثري وقلعة زعبل التاريخية وأصبح المجلس مكان يرتدها العديد من الزوار من داخل وخارج المنطقة مرسلنا عبد الرحمن الإبراهيم يرصد لنا الأجواء من هناك أهلاً وسهلاً يا عبد الرحمن صباح الخير صباح الخير عليكم سارة وعبدالله وحياكم الله في هذا الصباح البهيج من منطقة الجوف وكما أشرت عبدالله مجلس تعاليل اليوم ما يعتبر مجرد مقهى شعبي أو مزار سياحي لرواده مجلس تعاليل استثمر وجوده قرب المنطقة التاريخية في مدينة سكاكا ومن أبرزها وقوعه في المنطقة أسفل قلعة زعبل التاريخية هذه الميز تركت لهذا المكان طابع فريد من نوعه واستقطبت طبعاً الكثير والعديد من الزوار وحتى نتحدث عن قصة إنشاء هذا المكان وبعض تفاصيله وما يقدم من خدمة تسعدني أن يكون معي الأستاذ فهد بن حمود الحيد وهو عضو مؤسس في هذا المشروع صباح الخير أستاذ فهد وحياك الله بداية حدثنا عن فكرة إنشاء مجلس تعاليل واستثماركم لهذا الموقع السياحي الله حيك أخي عبد الرحمن والله حيك عبدالله والاختصارة وزميع المشاهدين المشروع صراحة بالبداية كان من اللحظة الأولى والخطوة الأولى بدأ بالتنسيق مع هيئة السياحة يعني من أربع سنوات تقريباً مضت وكان خطوة بخطوة محاولة لإحياء الحي الأثري وإبراز المنطقة التراثية في المنطقة خاصة أن منطقة الجوفية تعتبر منطقة يعني ميزة نوعية فيها الأثار والسياحة مثل ما تعرف مثل منطقة الشويحطية تعتبر أقدم مستوطنة سكنية في الجزيرة العربية تجاوز عمرها أكثر من المليون وثلاثمائة ألف سنة ومحاولة لإبراز هذه المنطقة ومن الميزة النوعية التي تحصل فيها دعنا نتعرف على أبرز ما يقدم الزائر لمجلس تعالي المشروبات أو أيضاً المأكلات المجلس طبعاً هو حريصين أنه يكون جزء من حضارة المنطقة بدون شك يقدم المجلس في الدرجة الأولى للقهوة العربية وفي بعض المأكلات الشعبية اللي خاصة في المنطقة مثل المرقوق، الجريش، بعض الأكلات الشعبية اللي اشتاروا فيها هذه المنطقة في عدد من المبادرات استضفتوها في هذا المكان لو تحدثنا عنها مثل ما نتواجد الآن في أحد المكتبات اللي فتحتوها للزوار صحيح، نعتقد أن المجلس هو له دور مسؤولية اجتماعية حريصين جداً يكون فيه ارتباط وانسجام بيننا وبين المجتمع كان فيه عدة شركات بيننا وبين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من ضمنها جامعة الجوف وصلنا إلى اتفاقية مع جامعة الجوف وتم إنشاء ركن القراءة اللي حصل من خلاله مجموعة من الأمسيات والندوات والضيوف ويعني محاولة لربط المجتمع بالمجلس إضافة إلى هذا كان فيه مبادرات كثيرة يعني فيه مبادرة خاصة في كبار السن وكروت لكبار السن وتحت مسمى حلة البركة وهي مجرد ما نشعر فيه رجل كبير سن أو أمرأة كبيرة سن يكون ضيافة علينا وهذا حق علينا طيب أخيراً شاهدنا وجود بير داخل مجلس تعاليل كيف حفظتوا على هذه المواقع الأثرية أثناء إنشاء هذا المجلس؟ بدون شك وزي ما ذكر سابقاً كان من المرحلة الأولى فيه تنسيق مباشر مع هيئة السياحة حارسين جداً على الحفاظ على الموروث والثقافة في المنطقة تم التنسيق مع السياحة البير تم ترميمة البير عمره قديم جداً جاوز أكثر 300 سنة وأكثر بكثير من كذا تم ترميمة وبرازها بشكله الطبيعي المعتاد وهذه الطريقة قدرنا نحافظ بالتنسيق مع الجهات الرسمية شكراً لك وشكراً لوقتك أعود لكم سارة وعبدالله وهذه كانت قصتنا اليوم في مجلس تعاليل واللي مثل ما أشرت لكم يعني لم يعد مجرد مقهى مكان يتيح للزائر يعني فرصة تواجده أسفل قلعة زعبل وحيض غلع الأثري وهذه طبعاً فرصة سياحية وتسويقية للمنطقة بشكل كامل يعطيك العافية إلى مراسل عبد الرحمن الإبراهيم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم